اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة وأشار سموه إلى الأدوار البارزة الذي يطلع بها البرلمان العربي في تعزيز مستويات العمل والتنسيق العربي المشترك نحو أفاق أرحب وتعزيز التواصل بين أبناء الدول العربية وبقية الدول العالم جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الكضيبية بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعادة السيد عدل بن عبد الرحمن العسومي عضو مجلس الشورى وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كرئيس للبرلمان العربي وأشار سموه بالجهود التي بذلها العسومي طوال فترة رئاسته للبرلمان العربي والدور الذي قام به مع أعضاء البرلمان العربي في دعم القضايا العربية في المحافل البرلمانية الدولية كما أشار سموه إلى النجاحات التي يواصل أبناء البحرين تحقيقها في مختلف مواقع المسئولية محليا ودوليا وما يمتلكونه من كفاءات وخبرات في كافة المجالات من جانبه عرب سعادة السيد عدل بن عبد الرحمن العسومي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما حظي به من دعم ومساندة طوال فترة رئاسته للبرلمان العربي بما يجسد حرص مملكة البحرين على توطيد العمل والتنسيق العربي المشترك اشتركوا في القناة